في الفترة الأخيرة زاد الكلام عن أهمية الولادة الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ في حالات الولادة القيصرية غير المبررة ونركز أوي على كلمة غير المبررة دي لأن الاهتمام ده جاي كمحاولة لتفادي مضاعفات الجراحة وتأثيرتها السلبية على صحة الأطفال وعلى صحة الأم خصوصا مع ارتفاع حالات الولادات المبكرة وكمان ازدياد عدد الأطفال اللي محتاجين لعناية مكثفة بعد الولادة النهاردة منا معنا دكتور محمد مراد يوسف استشاري النساء والتوليد عشان يكلمنا عن ظاهرة الولادة القيصرية وتحذيرات وزارة الصحة حول مخاطرها على الأم والمولود صباح الخير يا دكتور صباح النوم يعني بداياتنا حابين نعرف من حضرتك يعني ايه هي أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية غير المبررة ما بين قصين وانخفاض نسبة الولادة الطبيعية طيب اولا مقدمة رسيطة احنا يعني سنة 2005 كان معدل الولادة القيصرية في مصر حوالي 20% ارتفع في 2008 ل28% في 2014 المسح الصحي الديمجرافي في مصر طلع ان هي ما يقرب من 52% وكنا ساعتها تالت دولة على العالم في معدل الولادة القيصرية بعد البرازيل والدوماني في 2021 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصى طلع إحصائية بان الولادة القيصرية أصبحت في مصر 72% نسبة كبيرة وده طبعا أعلى معدل في العالم وعشان كده أنا يعني بيطلق عليه حاليا ان احنا عندنا في مصر وباء الولادة القيصرية يعني احنا أكبر دولة في العالم فيها نسبة ولادة قيصرية اكيد 72% ده أكتر دولة في العالم فيها ولادة قيصرية طبعا فيه أسباب كثيرة للمعوم عشان برضو كان زمان بيقال ان الولادة القيصرية زيادة في مصر لان الأطباء بياخدوا أجور أعلى في الولادة القيصرية وانا بصراحة مش شاف ان ده السبب الرئيس بدليل ان احنا وصلنا حاليا ان بقى المستشفات الحكومية بتقارب المستشفات الخاص يعني هو 72% ولما فصلوا بين الخاص والعام لقوا ان في القطاع الخاص 81% وفي القطاع الحكومي 63% فبرضو ما زلنا 63% ده رقم يحد فهناك أسباب أخرى احنا في قرار من أستاذ دكتور خالد عبدالغفار وزير الساحة والسكان بتشكيل لجنة عليا لخفض نسبة الولادة القيصرية غير المبررة ممكن أقطع حضرتك اه طبعا ليه يعني ليه الخفض ليه النسبة يعني ايه اللي ممكن يكون مؤذي في الولادة القيصرية علشان كده فيه توجه من الدولة انه يحصل خفض لهذه هنتكلم على مخاطر الولادة القيصرية بالنسبة للأم الأول أولا مضاعفات التخدير ثانيا زيادة احتمالية احتياج الأم لنقل الدم بما له من مخاطر الحاجة التالتة بيحدث التساقات في اي عملية جراحية بيحدث بعض الالتساقات بيحدث التساقات ممكن بين الرحم والمسانة والأمعاء الالتساقات دي ممكن في اي عملية جراحية مستقبلية بتزيد صعوبتها وممكن يحصل اصابة للمسانة أو الأمعاء كمان الالتساقات دي ممكن في المستقبل تؤدي إلى تأخر الحمل عند السيدة لو الالتساقات دي عملت انسداد في أنابيب فلو أيضا أي عملية جراحية معها زيادة في نسبة الانسداد التجلطي للأوردة في الصاق وفي الأوردة الرئوية وده ممكن يبقى يؤدي إلى الوفاة لو في الأوردة الرئوية في بعض الحالات أيضا بقت عندنا حالة منتشرة نتيجة زيادة القيصرية هي عيوب في اندغام المشيمة في الرحم وعيوب اندغام المشيمة اللي هي المشيمة الملتصقة دي بتبقى عملية صعبة جدا والسيدة بتحتاج غالبا لنقل دم بكميات كبيرة والرعاية مركزة والاستقصال الرحم في معظم الحالات فهناك مخاطر عديدة للولادة القيصرية أنا برضو بركز على كلمة الغير مبررة لأن في بعض الحالات أكيد هنلجأ للولادة القيصرية لا بس لما يبقى فيه دواعي طبية في النقطة دي تحديدا يعني الواحد بيسمع دايما أنه في اعتقاد شائع ما بين السيدات أنه اللجوء للولادة القيصرية عشان تجنب ألام الولادة وأنها أسهل أنا بسمع كده يعني في حدود علمي أنها أسهل بالنسبة للمرأة بيجنبها فكرة الألام الشديدة في الولادة الطبيعية هل الاعتقاد ده صحيح وسليم طبيعي؟ هو أكيد فيه ألام في الولادة الطبيعية لكن إحنا برضو فيه مسكنات للألم أثناء الولادة الطبيعية فيه أنواع مختلفة من المسكنات بمقابل أن زي ما بقول إحنا بنتفادى مخاطر كثيرة وأن بعد الولادة ما فيه ألام تقريبا بعكس القيصرية جرح القيصرية بيبضل الألم دوت لأيام الحاجة الثانية برضو أنا ما ذكرتش أن فيه مخاطر على الطفل كمان مش على الأم بس بالنسبة القيصرية زيادة نسبة الولادة المبكرة ونسبة دخول للحضانات ومتلزم ضيق التنفس فهناك مخاطر كثيرة للولادة القيصرية ولذلك لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة وجود دواعي طبيعي الحاجة الثانية إيه هي الدواعي الطبية اللي تقول أو بس كلمة قبل الدواعي الطبية كمان إن هي بتكلف الحكومة وكان مجلس السكان الدولي أجرى دراسة في 13 مستشفى حكومي و3 خاص في 2014 والدراسة دي منشورة إن زيادة نسبة الولادة القيصرية كانت بتكلف الحكومة القطاع السحي ما يقرب من 900 مليون جنيه سنويا وده بأسعار 2014 فدي برضو عب مالي على الأسر اللي بتولد في القطاع القاس وعلى الحكومة دواعي القيصرية هناك دواعي كثيرة ممكن دواعي لها علاقة بالطفل يعني لو الطفل حجمه كبير أو لو مجيء الطفل مش مناسب للولادة الطبيعية زي مجيء بالمقعدة أو مستعرض أو مائل أو عيوب في المشيمة يعني لو المشيمة نقول عليها سقطة اللي هي بتبقى تحت الجنين برضو دي لازم تولد قيصرية في حاجات لو هي عاملة عمليتين قيصريتين أو أكثر قبل ذلك غصبا عننا لازم نعملها قيصرية لو عاملة عمليات جراحية نجحة لسلس بولي غصبا عننا نعملها قيصرية في دواعي طبية كثيرة لو ما فيش تقدم للولادة برغم موجودة انقباضات راحمية يعني الدواعي الطبية كثيرة بس المهم إنه يبقى إحنا ما بنعملش القيصرية إلا لما يبقى فيه دواعي طبية دكتور حراج بتقول في حالة إنه يبقى فيه ولدتين أو أو أكثر يعني فيه سيدات بتبقى عاملة واخد قرار هي عايزة تولد يوم الكذا لأن ظروفها حتى تتلاثب معها كذا هل ده يعتبر يعني إزاء لنفسها وإزاء للطفل ولا ده واحد من أنواع الحرية ده مش داعي طبي إحنا آه زي ما بيقوله يعني لو المريضة طلبت وأصارت إنها تولد قيصري نولدها قيصري بس عشان أكون أمين في مقابل كده لازم الطبيب المعالج يشرح لها مخاطر الولادة القيصرية لأن غالبا ما بتبقاش المشهورة فيها الكلام ده أنا لو اتقال إن المخاطر واحد اثنين ثلاثة لا فيه كتير ممكن من السيدات يتراجع عن طلب الولادة القيصرية فهي المشكلة إن المشهور وعشان كده إحنا يعني في البرنامج اللي عاوزين نعمله أحد الحاجات إن الموافقات المستنيرة اللي هي بتمضي عليها السيدة قبل إجراء الولادة القيصرية إنها لابد أن تتضمن شرح مفصل لمخاطر الولادة القيصرية عشان لما تيجي تمضي تبقى عارفة تبقى حاجة تخوف قوي واحدة داخلها تولد قيصري مش تخوف وبعدين تمضي على مخاطر الولادة القيصري على فكرة الكونسنت اللي هو الموافقة ده ده بره لازم أي عملية جراحية مش قيصرية بس طبعا ولابد من شرح ملابسات العملية للمريضة جميل في حالات الحقن المجهري وهي حالات منتشرة هل بيفضل طبعا الولادة القيصرية وهل زيادة استخدام الحقن المجهري بيزيد من معدلات الولادة القيصرية بص إحنا ما نقدرش نقول أنه بيزيد أول إن عدد الحوامل نتيجة الحقن المجهري مش هو اللي مؤثر على الارتفاع الرهيب ده وفي القيصرية لكن أهلا وسيدة عندها تاريخ يعني ما هوش كويس بالنسبة للحمل والولادة أو ما حملتش قبل كده خالص وسنها كبير فبعض الحالات دي طبعا يبقى منالجة للولادة القيصرية طيب دكتور السيدات برضو زي بحركت بتقول فيه أرقام ابتدت تتدرج من 2005 ل2008 لغيرها تمام إيه اللي جرع يعني ستات طول عمرها في مصر بتولد طبيعي إيه اللي جرع لو بتتتحركش كويس ما بتكلش كويس ما إيه اللي جرع علشان يبقى الاختيار الأول هو اللي جول أنا بالنسبة لي عندي رأي بقوله بقالي سنين ويمكن بدأ ناس تتكلم عليه دلوقتي إن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الولادة القيصرية في مصر هو عدم الحماية القانونية للأطباء الأطباء بتخاف فبتلجأ للولادة القيصرية تخاف من إيه وإيه اللي بتتفادا من المسألة القانونية عشان كده نطلب أن يبقى فيه سرعة لإصدار قانون المسؤولية الطبية اللي يحمي الأطباء لأنه برضو هنا فيه خلط جامد بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي الخطأ الطبي وارد في جميع دول العالم فأمريكا بينزله لست بالأخطاء الطبية كل سنة لأن الأطباء بشر فالأخطاء حتقع لكن فيه نظام إنه فيه كل طبيب مؤمن عليه ولو حصل أي خطأ طبي المريضة لازم تعود عن طريق شركات التأمين وده نظام متبع في جميع دول العالم مش بس برا حتى في دول الخريج فأي دول إنما حبس الأطباء في حالة الإهمال فقط مش في حالة الخطأ الطبي ودي مشكلة في مصر لابد من حلها إصدار قانون مسؤولية طبية يدي حماية للأطباء لا ده حيدي فرصة أكتر لأن الأطباء تتراجع شوية عن زيادة الولادة القيصرية لأن اللي في المستشفات الحكومية هو لا هياخد أجر أعلى وهو قاعد لـ 24 ساعة نبطشي فما هياش هتفرق معاه لكن هو الزيادة المضطردة على مدار السنين لأن فعلا ما فيش في حماية قانونية لازم بقى الكلام ده مفصول بوضوء متابعة دقيقة إنما الولادة القيصرية بيضمن أن البيبي هتطلعوا عايش فالكلام ده بيخوف الحاجة التانية برضو اللي أنا بقولها ياريت إن ما يبقاش فيه مناشة لأخطاء الأطباء في الإعلام النظام الصحي لابد المرضى يبقى عندها ثقة فيه وكان زمان بيقولوا إن المرضى بيشفوا لأنهم يؤمنون في أطبائهم إنما لما أشوه العلاقة بين الطبيب والمرضى دي لها أثار سلبية على النظام الصحي المرضى بتبدأ تفقد ثقاتها في النظام الصحي زي النظام القضاء بيش أخطاء تناقش في الإعلام أقل مخطئ يقوم ولكن بدون إن يبقى فيه في الإعلام بروباجندل إن ده زي ما بقول بيؤدي لكسر العلاقة دي عايز أتكلم مع حضرتك دكتور محمد على جزئية الثقافة الصحة الإنجابية للمرأة المصرية سواء إحنا هنا بمختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية حتى الجغرافية كمان اللي موجودين في وجه بحري أو إبلي أو الحضر والمدن والقرى شايف حضرتك بعين كده المتابع لهذا الموضوع إحنا المرأة المصرية الثقافة الإنجابية أو الصحة الإنجابية وصل حد فين إيه اللي نقصها إيه برامج الوعي المفروض نشتغل عليها الفترة اللي جاي عشان نرفع وعي الصحة الإنجابية لدى المرأة هي نقصة كثيرة عشان أكون أمين وإحنا أحد الحاجات اللي طالبنا أن يبقى فيه زيادة وعي المجتمع في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه عن مزايا الأولادة الطبيعية ومخاطر الأولادة القيصرية عن طريق سواء وسائل إعلام أو وسائل تواصل اجتماعي وفيه إعلانات كتيرة حصلت في التلفزيون قبل كده أثرت في النظام الصحي يعني إعلان محلول الجفاف بتاع كل تمانينات إعلان محمد رضا ومحمد عبد السلام عن البلهاريسيا التلفزيون بيوصل ودلوقتي كمان وسائل التواصل الاجتماعي بتوصل لكل بيت فدي أحد الوسائل المهمة الغير مستغلة عشان أكون أمين في رفع الوعي الصحي عند المجتمع فدي لابد يعني أنا بتكلم في موضوع القيصرية لكن عموما مفروض أي مشكلة صحية قومية يبقى فيه زيادة وعي لها بدأ دلوقتي فيه حاجات مثلا زي في الكشف المبكر على الأورام بدأ يبقى فيه إعلانات في قوافل طبية كمان فكرة برضو الحوار المباشر مع السيدات الريفيات أو غيره طبعا طبعا المشورة هو مشورة متابعة الحمل دي مهمة جدا ما بيتقلش فيها كلام كتير يعني أحد العاجات المفروض في مشورة متابعة الحمل اللي اتفاق على طريقة الولادة إيه المخاطر إيه الفوائد فالوعي الصحي ممكن عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التصخيف الصحي داخل المستشفيات كتير بتتكلم الناس عن فوائد الرضاعة الطبيعية وتأثيرها على الأطفال بس بيبقى فين وقت كده يعني بتختلط على الناس هل بتولد قيصاري ما بيبقاش متاح لها إنها ترضع طبيعي بنفس كفاءة وجودة وكمية إضرار اللبن اللي بتحصل للسيدة اللي ولد الطبيعي يعني بيحصل ستيموليشن لمراكز في المخ أو أي حاجة بيحصل لنوع من أنواع التحفيز إذا كانت ولدت طبيعي أو لملات أي أعلى تستطيع إنها تردع طبيعي تماما بس هي لو والدة طبيعي بيبقى فرصة إنها تبدأ الولادة الرضاعة الطبيعي في وقت مبكر إن ما فيش لسه يعني لفاق أي أمن بنجو ووجع الجرح بتاخد شوية عالم ما تفوق وتبدأ نخليها تردع لكن الولدة طبيعي بتردع في وقت اللي الولادة الطبيعي بتتيح التلامس المباشر إن هي تضم الطفل ليها إن ده مهم لبوندنج يعني حاجات لا إن هي على المدى البعيد مهمة الحاجة التانية إنها تبدأ تردع مباشرة بعد ما تروح قضيتها ممكن تبدأ تردع فكرة الحمل المتعاقب أو يعني يعني هون صحيا أو علميا المفروض الحمل أو من فترة لفترة يكون قد إيه الفترة المثالية ما بين بنقول حوالي 3 سنين 3 سنين بين كل حمل وحمل ده أفضل صحة المرأة آه ده الوقت المفضل طيب دكتور ده إحنا بنتكلم في الولادة القيصرية يعني نسيب الفترة دي كلها ولا مش عارفة بقى يعني خلاص بقى زي الولادة الطبيعية ممكن إحنا لو استثنينا قصة صحة المرأة بنتكلم عن نظافة الجرح وصحة الجرح نفسه الجرح مش المفروض يتفتح غير بعد قدي لا إن هي يعني تولد تاني قيصري بعد دي نعم بصي دي الدراسات ما أثبتتش فيها يعني كان زمان يقولوا لازم عشان الجرح يلمه الدراسات ما أثبتتش إن في مدة معينة وفي تحمل على طول يعني بيحصل كتير أول لما اترابعا تحمل تاني وتولد قيصري تاني فملاقناش في الدراسات إنها مؤثرة أول إن الهيلنج بالنسبة للجرح إن هو يعني يلتقم التقام الجروح لو هو ما فيهوش التهابات في خلال ستة أسابيع بيكون ملتقم تور محمد مراد يوسف رئيس اللجنة العليا لخفض نسبة الولادة القيصرية غير المبررة واستشاري أمراض نساء والتوليد بمستشفى الجلاء مشكرك شكرا جزيلا صباح الخير على حضرتك نورتنا صباح النور على حضراتكم وعلى المشاهدين شكرا